بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درسنا اليوم لمادة ترياضيات للصف الأول الابتدائي للتربية الفكرية الفصل الدراسي الثالث معكم المعلمة أمل التمامي اليوم بإذن الله سنكمل موضوع الألوان أخذنا في الحصة الماضية الألوان أبيض وأسود وأخضر اليوم بإذن الله سنكمل نفس الدرس لكن في البداية سأذكر بأداب الدراسة عن بعد وهي الحرص على الذهاب إلى دورة المياه قبل بدء الحصة والجلوس بشكل صحيح في مكان هذا حتى تستطيع التركيز مع المعلمة وأيضا لا بد أن يكون ولي أمرك بجانبك حتى يقوم بمساعدتك عند الحاجة وعدم مغادرة الحصة قبل انتهاء الدرس نأتي للأهداف التعليمية التي نريد أن نحققها من درس اليوم عندنا الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالب على الألوان أبيض وأسود وأخضر أما الهداف القصيرة للدرس وهي أن يكرر الطالب والطالبة أسماء الألوان خلف المعلمة ثم يميز الألوان أسود وأبيض وأخضر من بين عدة ألوان ثم يصنف هذه الألوان الثلاثة أبيض وأسود وأخضر في مجموعات مختلفة ثم يلون بعض الصور باستخدام الألوان أسود وأبيض وأخضر سنبدأ الآن بتسمية الألوان التي ستظهر لكم على الشاشة نبدأ بهذا اللون أسود أسود أخضر أخضر أبيض إذن هذه الألوان التي تعرفنا عليها في الحصة الماضية أسود نكرر خلف المعلمة أسود أخضر أخضر أبيض ممتاز الآن سنتعرف على أشياء مختلفة لكنها تتفق في اللون وهو اللون الأسود الآن تلاحظون على الشاشة مجموعة من الأشياء المختلفة عندنا قط لون أسود كرسي أيضا لونه أسود فستان لونه أسود وحصان لونه أسود إذن أشياء مختلفة لكنها اتفقت في اللون وهو اللون الأسود إذن هنا التصنيف وفق خاصية اللون الأسود اللون الأسود أيضا من الألوان اللون الأخضر أيضا هنا عندنا مجموعة من الأشياء المختلفة خيار شجرة خس تفاح أيضا أشياء مختلفة لكنها تتفق في خاصية اللون وهو اللون الأخضر إذن هنا صنفنا هذه الأشياء المختلفة بناء على اللون بناء على اللون وهو اللون نسميه ونذكر إجابة لولي أمرك أحسنتم اللون الأخضر إذن خيار لون أخضر الشجرة لونها أخضر الخس لون أخضر والتفاحة أيضا لونه أخضر أيضا نأتي للون الثالث وهو اللون الأبيض عندنا أيضا مجموعة من الأشياء المختلفة التي تتفق في خاصية اللون وهو اللون الأبيض عندنا هذا الكرسي لو تلاحظون لون أبيض البالون لون أبيض السيارة لونها أبيض الصحن أيضا لون أبيض إذن أشياء مختلفة اتفقت أو تطابقت في اللون وهو اللون نسميه ونذكر الإجابة لولي أمرك ما لون هذه الأشياء المختلفة؟ أحسنتم اللون الأبيض إذن هذه الأشياء تتفق في خاصية اللون إذن صنفناها وفق خاصية اللون وهو اللون الأبيض طيب نأتي لهذا النشاط المتعلق بدرس الألوان السؤال يقول صل التفاح الأخضر بما يطابقه عندي هنا في الأعلى هذا التفاح لونه أخضر وعندي في الأسفل مجموعة من التفاح المختلفة في الألوان في تفاح أحمر في تفاح أصفر في تفاح أخضر أنا أريد أن أبحث عن نفس التفاحة الموجودة في الأعلى لونها أخضر وفي الأسفل أيضا أبحث عن ما يطابقها من التفاح بحيث يكون لونها أخضر أريد منك أن تنظر جيدا لهذا التفاح الموجود في الأسفل وتبحث عن التفاحة التي لونها أخضر المطابقة للتفاح الموجودة في الأعلى يلا ونذكر الإجابة لولي أمرك الذي بجانبك أين هي التفاحة اللي لونها أخضر؟ أحسنتم يا أبطال هنا في الأخير هذه التفاحة متطابقة مع لون هذه التفاحة إذن سأرسم خط مائل بينها وبين التفاحة الموجودة في الأعلى لأن هذه التفاحة لونها أخضر وهذه التفاحة أيضا لونها أخضر أما بقية التفاح فهو يختلف عندي تفاح لونه أحمر عندي تفاح لونه أصفر وتفاحة أيضا حمراء لكن الأخضر المتطابق هي فقط التفاحة الموجودة في الأخير طيب نشوف أيضا تمرين آخر لون الحصان باللون الأسود عندي هنا وتلاحظون في هذا الجهة مجموعة من الألوان من بينها اللون الأسود أريد منكم الآن أن تشيروا على الشاشة لولي أمرك الذي بجانبك أين هو اللون الأسود من بين هذه الألوان الموجودة على الشاشة واذكر الإجابة لولي أمرك يلا وين اللون الأسود؟ حتى أقوم بتلوين صورة الحصان الموجودة الآن باللون الأسود ممتاز يا أبطال هذا هو اللون الأسود هذا هو اللون الأسود إذن سأقوم بتلوين صورة الحصان باللون الأسود سأقوم بتلوين صورة الحصان الموجودة دقيقة قوير اللون هذا هو اللون الأسود إذن سنلوين الحصان باللون الأسود سألون جزء منه حتى يتضح فقط لكم اللون نسمي اللون الذي أستخدمه الآن لتلوين الحصان ما اسمه؟ لونه أسود أحسنتم يا أبطال إذن لوننا الحصان باللون الأسود طيب لو سألتكم عن بقية الألوان هنا عندي اللون أحمر أصفر أبيض أسود أخضر أزرق إذن كل هذه الألوان تعرفنا عليها في حصص ماضية من بينها اللون الأسود الذي قمنا بتلوين الحصان بهذا اللون الآن ننتقل لشيء آخر لدى ريم هذه الفتاة اسمها ريم مجموعة من الأغراض لنساعدها في تصنيفها حسب اللون اللي هي ثلاثة ألوان أسود وأبيض وأخضر طيب خلونا نشوف الأغراض هذه صحن قطعة حلوة عنب شجرة فرشات تلوين بطة فلفل ولد شعره أسود علم المملكة العربية السعودية وكأس إذن هذه أشياء مختلفة لكنها تتشابه في اللون أو تتطابق بعضها في اللون اللي هو الأسود والأبيض والأخضر طيب الآن سأضع ثلاثة دوائر وأبدأ بتصنيف هذه الأشياء لمساعدة ريم في تصنيف هذه الأغراض بناء على اللون سأبدأ باللون الأخضر في هذه الدائرة سأضع جميع الأشياء التي تتفق في خاصية اللون نبدأ شجرة لونها أخضر قطعة حلوة لونها أخضر فلفل لونه أخضر وعلم المملكة العربية السعودية أيضا لونه أخضر إذن وضعت جميع الأشياء التي تتفق في خاصية اللون الأخضر في مجموعة أنتقل للمجموعة الأخرى سأضع جميع الأشياء التي تتفق في خاصية اللون الأبيض لاحظوا الآن كأس لونه أبيض بط لونها أبيض والصحن لونه أبيض إذن هذه المجموعة تتفق في اللون الأبيض ننتقل للمجموعة الثالثة وتبقى عندي اللون الأسود عنب لونه أسود فرشات تلوين لونها أسود وشعر الولد الموجود عندي الآن لونه أسود إذن صنفنا الأشياء المختلفة بناء على ماذا؟ على الشكل؟ لا صنفناها بناء على اللون أخضر أبيض أسود أخضر أبيض أسود ممتاز طيب الآن بنتقل لنشاط حركي الآن أريد منك أن تحضر علبة الألوان الخاصة بك وتستخرج من علبة الألوان ثلاثة ألوان هي اللون الأخضر والأبيض والأسود اللي تعلمناها اليوم وأيضا في الحصص الماضية استخرجها الآن من علبة الألوان ثم نعود مرة أخرى عدنا لكم الآن أتمنى أنك استخرجت الألوان الصحيحة التي طلبتها منك اللي هي اللون الأخضر والأبيض والأسود إذن هذه من الأنشطة اللي ممكن أنت تستخدمها عزيزي ولي الأمر لتعليم الطالب الألوان التي تعلمها خلال الحصة وأيضا الألوان السابقة التي هي الأحمر والأزرق والأصفر طيب الآن نأتي للوسائل اللي ممكن نستخدمها مع الطالب والطالبة لتعميم مهارة الألوان عندنا اللي هي الألوان السابقة التي تعلمها الطالب والطالبة في الحصص الماضي اللي هي اللون الأحمر والأزرق والأصفر سأضعها مع مجموعة الألوان اللي تعلمناها اليوم وهي الأبيض والأسود والأخضر الآن عندي مجموعة من الأغراض المختلفة على الطاولة أريد أن أصنفها بناء على اللون سأبدأ بألوان درس اليوم اللي هي الأبيض والأسود والأخضر حتى أستخرج من هذه الأشياء اللون الأبيض ما هي الأشياء اللي لونها أبيض من بين هذه المجموعة التي تراها الآن على الطاولة أحسنتم الصحن لونه أبيض أيضا من الأشياء اللي لونها أبيض من بين هذه المجموعة أحسنتم هذه السلسلة أيضا لونها أسود إذن هذه مجموعة اللون الأبيض اللون الأبيض طيب الآن سأختار لون آخر أريد اللون الأسود اللون الأسود أين هو اللون الأسود من بين هذه الأغراض أحسنتم هذا الدفتر لونه أسود أيضا من بين هذه الأغراض أين اللون الأسود ممتاز أيضا القلم لونه أسود إذن هذا الدفتر وهذا القلم لونه أسود أيضا من الألوان التي تعلمناها اللون الأخضر من بين أيضا هذه الأشياء استخرج لي اللون الأخضر من بين هذه الأغراض التي تتفق في خاصية اللون ممتاز الخيار لونه أخضر أيضا الطائرة لونه أخضر إذن لو تلاحظون أشياء مختلفة لكنها اتفقت في اللون كلاهما لونه أخضر طيب الآن نأتي للألوان اللي أخذناها في الحصص الماضية أريد منك أن تستخرج لي لون الأصفر من بين هذه الأغراض لون الأصفر ممتاز الموز لونه أصفر أيضا شيء من هذه الأشياء لونه أصفر يتفق مع الموز الأناناس أيضا لونه أصفر إذن هذه مجموعة اللون الأصفر مجموعة اللون الأصفر موز وأناناس طيب نأتي الآن لمجموعة اللون الأزرق الأزرق أين هو لون الأزرق أحسنتم هذه الكرة لونها أزرق أيضا من بين هذه الأغراض الموجودة على الطاولة أين هو اللون الأزرق السيارة أيضا لونها أزرق إذن أشياء مختلفة تتفق في خاصية اللون وهو اللون الأزرق نأتي الآخر مجموعة عندي تفاحة وعندي طماطم أريد أن أسألكم ما لون هذه الأشياء الموجودة الآن على الطاولة ما لون التفاحة والطماطم ممتازي أبطال اللون الأحمر إذن هذه وسيلة من مجموعة من الوسائل التي تعرفنا عليها في حصص ماضية بإمكانك عزيزي ولي الأمر أن تستخدمها لتعميم مهارة الألوان سواء اللي درسناها اليوم أو في الحصص الماضية اللي هي الآن أصبحت ستة ألوان أحمر أصفر أزرق أسود أبيض أخضر أتمنى أن يكون درس اليوم مفيد لكم كانت معكم المعلمة أمل تمامي أراكم في الحصة القادمة مع السلامة اشتركوا في القناة